وقبل حضور اجتماع باريس أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي تدرس إرسال قوات إلى أوكرانيا وحذر روبرت فيكو مما وصفه بالتصعيد الخطير للتوترات مع روسيا قيل أنه يرى مخاطر أمنية هائلة في الاتفاقات الثنائية التي من المرجح أن تبرم قريبا مع حلف الشمال الأطلسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تريد إرسال قواتها إلى أوكرانيا شكرا